موسيقى بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لحضراتكم تاني ولازلنا نعيش مع أنوار القرآن وأسراره كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل إن احنا نتكلم هذا العام في رمضان عن مقاصد القرآن الكريم من خلال افعل ولا تفعل من خلال الأمر والنهى الوعد والوعيد البشارة والنظارة النداءات الآداب الأقلاق العبادات المعاملات معنا اليوم مقصد من مقاصد القرآن الكريم خاص بكتاب الله جل وعلا يقول سبحانه وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِطُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ هناك فرق بين السماع والاستماعي والإنصاط للقرآن الكريم لو أنا ماشي لو أنا ماشي في طريق واسمعت صوت في سيارة أو في مكبر صوت أو شيء ففي صوت ده اسمه سماع طيب ادت له سمعي أصغيت إليه باهتمام ده اسمه استماع طب ميزت ماذا يقول أو ميزت من القارئ أو من المتحدث يبقى ده اسمه إنصاط أمرنا الله جل وعلا إذا قرئ القرآن في الصلاة أو حتى خارج الصلاة إن احنا نعمل إيه نستمع وننصط يعني نستمع بإصغاء لما يقرأ نعيش مع القرآن لإن احنا لو عملنا كده ربنا قال لي لعلكم ترحمون الرحمات تتنزل على المستمع والمنصط لكتاب الله جل وعلا ركز مع القرآن نعيش مع القرآن ادي عقلك كل للقرآن الكريم ليه؟ لأن القرآن الكريم كلام الله المنزل على قلب سيدنا رسول الله المتعبد لله بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه وشوف يعني الخير ما شهد به الأعداء لما جاء الولد بن عتبة لسيدنا النبي وسمع القرآن وعاد إلى قومه وإلى المشركين من أهل مكة فقال لهم إيه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق لأنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر لما استمع إلى آيات بينات من أول صورة فصلت لأن القرآن ده كلام ربنا وحتى يقولوا على سيدنا النبي ايه؟ افطراه ام يقولون افطراه ده جايبوا من عنده قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وبعدين ربنا يقول لهم قل فأتوا بصورة من مثله وبعدين ربنا يقول لهم قل إن اجتا معت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مش يعرفوا يجيبوا زي القرآن لأنه كلام الله المتعبد بتلاوته لله فهنيئا لمن قضى وقته مع كتاب الله يعيش مع القرآن ولا ننسى شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله عندما كان يجول بخواطره حول كتاب الله كان يقول أنا لا أفسر القرآن وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن هبات صفائية نفحات من الله جل وعلا يعطيها لمن شاء إلا هيعيش مع القرآن القرآن هيديله إلا هينفق وقته للقرآن الكريم ربنا هيبارك له في الوقت ربنا سبحانه وتعالى هيعلمه من أسرار القرآن ومن أنوار القرآن لأن أسرار القرآن لا تنقضي عجائب القرآن لا تنتهي غرائب القرآن لا تنفد كلام الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إذ أن شاء الله السناد مع بعض هنعيش مع المقاصد القرآنية من خلال الآيات التي فيها أوامر والآيات التي فيها نواهي في كتاب الله جل وعلا نسأل الله العون والمدد والتوفيق والسداد والرشد اللهم أمين فاصل وهرجع لحضراتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب اشتركوا في القناة